اشتركوا في القناة نتكلم عن أولئك الطيبين من الصحابة والتابعين والأئمة المدبوعين إلى يومنا هذا من أهل الذكر وأهل الفقه وأهل الاجتهاد من هؤلاء كان هناك سيد من سادات التابعين وهو الإمام الحسن البصري الحسن ابن أبي الحسن أو الحسن كان اسمه يسار وكان مولى زيد بن ثابت الأنصاري كان من سبي ميسان وهي قرية كبيرة واسعة بين البصرة وواسط في العراق في غزوات المسلمين الأولى ولد قبل سنتين من نهاية خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولد بالمدينة عاما تقريبا واحد وعشرين اثنين وعشرين في هذه الحدود وكانت أمه اسمها خيرة وكانت تخدم ستين أم سلمة أم المؤمنين ترسلها في حاجاتها فيبكي الحسن وهو طفل فترضعه أم المؤمنين أم سلمة لتسكته رضي الله تعالى عنها وأرضاه فالحسن البصري هو ابن أم سلمة من الرضاعة تربى في بيت النبوة الطاهر فتلقى العلم عن أم سلمة ودعا له عمر بن الخطاب نفسه مرة رأاه فقال اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس فكان كذلك كان الحسن البصري خلوقا وهو أصل سلسلة التصوف الإسلامي عندما يروي مشايخ الصوفية درجة الإحسان والتربية يرونها من طريق الحسن البصري حيث تلقاها عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه تشكك بعض الناس أن يكون الحسن البصري قد سمع من علي فأثبت ذلك العلماء منهم صاحب كتاب القول الحسن في إثبات سماع الحسن يعني سماع الحسن البصري من سيدنا علي لأن سيدنا علي أدركه الحسن البصري بل وأخذ منه طريقة التربية وهو ما زال شابا صغيرا عنده 15-16 سنة بيت النبوة والتربية فيه تحدث أشياء عجيبة غريبة كان سيدنا الحسن البصري حسن الصورة فهي اطلع كده كان عظيمة اليدين وكان من ناحية الخلقية فقيها ثقة حجة مأمون كان ناسكا وكان فصيحا يعني تربى في بيته ابن سلمة العربية القراشية وكان أبو عمر بن العلاء وهو من كبار النحاة ومن أساتيزة العربية الكبار يقول ما رأيت أفصح من الحسن البصري كان يتكلم فيصل الكلام إلى قلوب الناس لأنه كان يخرج من القلب لما وردت عن الحسن البصري كثير جدا من الحكم قال الإمام الغزالي كان الحسن البصري في كلامه أشبه بكلام الأنبياء من الحكمة لأنه تنزلت عليه الحكمة قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وهذا الكلام أشبه بما قالته عنه السيدة عائشة عندما سمعته فقالت من هذا الذي يتكلم بكلام صديقين يعني وإذن السيدة عائشة أدركت هذا المنح سئل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن مسألة أنس صحابي كبير خادم رسول الله وخادم رسول الله يعني مع رسول الله على طول إذن فهو من كبار العلماء فسئل عن مسألة فقال سألوا مولانا الحسن يعني الحسن البصري فإنه سمع وسمعنا فحافظ ونسينا الإمام أنس ربنا طول في عمره حتى زاد عن المئة لكن سيدنا الحسن الحقيقة هو يعني روى عن الصحابة ورأى أكثر من عشرين ومئة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبارك الله في وقته وفي علمه وفي فضله فكان أيضا شديد الزكاء فكانت له منزلة في الرواية وله منزلة أيضا في الرأي فلم تكن فتوي قاصرة على الرواية بل كان الحسن في فتويه وأرائه يراعي المقصد العامة للشريعة يراعي مصالح الناس ووقعهم كان أشبه رأيا بسيدنا عمر في الفهم والإدراك كان سيدنا عمر كان رجل دولة وكان رجلا واقعيا يقول قتادة عن الحسن البصري فوالله ما رأيت رجلا أشبه رأيا بعمر بن الخطاب منه يعني وعمر دعاله زي ما احنا بنقول دعا له بالفهم وبالحب ولذلك نجد الإمام الحسن البصري يستخدم القياس القياس لا يحتاج إلى إعمال العقل في الفتي فيقيس ما لا نص فيه ولم يرد في الشريعة على ما ورد فيه النص مر سأله أبو سلم بن عبد الرحمن ما تفتي به الناس أشيء سمعته أو شيء تقوله برأيك يعني أنت متمسك بس بالوالد والمنقولات وكذا ولا بتعمل دماغك قال لا والله ما كل ما نفتي به سمعناه ولكن رأينا مع العلم والتقوى والتدريب رأينا خير لهم من رأيهم لأنفسهم لأن أنا عالم وهم مش علماء فالرأي بتاعي وإن كنت لم أسمعه فإنه جاء عن طريق الاكتهاد بعد شروطه دي أزمة عصرنا أخوانا تصدر كثير من الناس للعلم من غير ما تعلوم ومن غير ما جلوس على الصالحين وعلى العلماء ومن غير شهادة الصالحين والعلماء لهم كان الحسن البصري كان معلما وكان مربيا برضو الناس بتنسى الحتة دي أن العلم والتربية والأخلاق لا ينفصلان فكان للحسن البصري كان له مجلسان للعلم مجلس خاص بمنزله ومجلس عام في المسجد يتناول فيه الحديث والفقه وعلوم القرآن واللغة وغيرها ومن تلمزته ناس برزوا بعد ذلك وحملوا مدرسته منهم حميد الطويل منهم ثابت البناني ومالك ابن دينار وجرير ابن حازم والربيع ابن صبيح ومبارك ابن فضالة وأبو الأشهب ناس كتيرة جدا فكان تلمزته يعني يردون حتى على مذهب المعتزلة وواصل ابن عطاء كان تلميزه كان تلميز الحسن البصري لكنه انفصل عنه فقال اعتزلنا واصل كان الحسن البصري مربي وكان هو الأستاذ المعلم المربي لسيدنا عمر ابن عبد العزيز لابن سمير خليفة الخامس الراشد فهو الذي لقبه بسيد التابعين حيث يقول لقد وليت قضاء البصر لقد وليت قضاء البصر سيد التابعين يعني عمر ابن عبد العزيز ولا سيدنا الحسن البصري وعبر عنه بانه سيد التابعين كان فيه رسالة الحسن البصري لعمر ابن عبد العزيز وهي رسالة طويلة ينصح فيها عمر ابن عبد العزيز رسالة ماتعة ممكن ان احنا نقلب فيها كتب منها حاجات يجب من تولى الحكومة والرئاسة والمسئولية في عصرنا هذا ان يلتفت اليه يقول له فيها فلا تكن يا امير المؤمنين فيما ملكك الله كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله فبدد المال وشرد العيال فافقر اهله وبدد ماله يا سلام له الكلام ده فهمه الناس اده احنا بنقول وهو الناس تقول لك لا انتو اصلا ما بتقولوش لا احنا بنقول ولكن لا نقول على اشياء محددة معينة لان هذا التحديد والتعيين يفقد النصيحة موعظتها ونصحها العام ومعناها التام وكذلك يحتاج الى ان اتحقق يعني لو قلت له انت فلان الفلاني لا تفعل هذا يقول لي بل افعل وهذا حدث مرة وعشر وعشرين حتى خل جعل العلماء يعظون وينبهون بمثل هذا يا اخي انت لا تضيع من توليت عليهم ولا تسرق من توليت عليهم ولا تسرق المال العام وكذا الى اخر اما القاضي هو الذي يحكم بعد ذلك ويقول هذا لص او هذا بريل في هذه الرسالة الطويلة يقول له فيها اعلم ان التفكر في الخير يدعو الى الخير والعمل به والندم على الشر يدعو الى تركه وليس ما يفنى وان كان كثيرا يساوي ما يبقى وان كان طلبه عزيزا واحتمال المؤنة المنقطعة التي تعقب الراحة الطويلة خير من تعجيل راحة منقطعة تعقب مؤنة باقية فاحذر هذه الدار الصارعة الخادعة التي قد تزينت بخدعها وغرت بغرورها وقتلت اهلها باملها اذا فيجب علينا ان ندرس مثل هذه الاشياء في رسالة الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز في رسالة الادبيات السياسية العالية كان الحسن البصري شديد الحزن ولما سئل عن ذلك قال يحق لمن يعلم ان الموت يأتيه وان الساعة موعده وان القيام بين يدي الله تعالى مشهده ان يطول حزنه يعني انتو فرحانين على ايه خليك هادي متأمل متدبر روى التبراني عن الحسن البصري انه قال ان قوما الهتهم امان المغفرة ورجاء الرحمة حتى خرجوا من الدنيا وليست لهم اعمال صالحة يقول احدهم اني احسن اظن بالله وارجو رحمة الله وكذب لو احسن الظن لا احسن العمل اللهم اجعلنا من بركات الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وارضاه الى لقاء اخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة